دعا البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن المواطنين والشركات والمحال التجارية والجهات الأخرى والمؤسسات المالية والمصرفية ممن يحتفظون بنقود ورقية من الطبعة القديمة ما قبل 2016 بسرعة داعها في البنك المركزي أو البنوك التجارية والإسلامية المنتشرة في المحافظات المحررة خلال مدة أقصاها ستون يوما من تاريخ هذا الإعلان وأهاب البنك بالجميع سرعة الاستجابة الفورية لهذا الإعلان حماية لأموالهم وخدمة للصالح العام مؤكدا عدم تحمله أي مسؤولية تترتب على عدم التعامل بجدية مع فحوى هذا الإعلان والمسارعة بتنفيذ ما ورد فيه خلال الفترة المحددة وأوضح البنك أن هذا الإجراء يأت انطلاقا من المسؤولية الدستورية والقانونية التي أنيطت بالبنك المركزي في إدارة السياسة النقدية واستنادا إلى أحكام المواد 24 و 26 من قانون البنك المركزي اليمني رقم 14 لسنة 2000 المعدل بالقانون رقم 21 لسنة 2003 ترجمة نانسي قنقر